كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات في مناصب القيادات الأمنية حيث تمثلت بتعين اللواء علي مملوك مستشارا أمنيا له كما نص القرار على تعين اللواء كفاح ملحم رئيسا لمكتب الأمن الوطني خلفا لمملوك بعد أن كان رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية فيما تم تعين اللواء كمال حسن رئيسا لشعبة الأمن العسكري اشتركوا في القناة